عباد الله ولقد رام أقوام إظهار محبتهم للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام فاتخذوا يوم مولده صلى الله عليه وسلم محتفلا وهذا أمر لم يفعله الجيل الأول ولم توجد هذه الاحتفالات بإجماع أهل السير والتاريخ إلا بعد القرن الثالث وتصرم القرون المفضلة نعم عباد الله ثم عباد الله إن الشهر الذي ولد فيه صلوات الله وسلامه عليه هو بعينه الشهر الذي مات فيه واليوم الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام هو اليوم الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم فليس الفرح بيوم مولده بأولى من الحزن على وفاته وفقده عليه الصلاة والسلام ولكن لم يشرع لا هذا ولا هذا لم يشرع اتخاذ يوم مولده محتفلا ولا يوم موته صلى الله عليه وسلم مأتما ولم يفعل الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم شيئا من ذلك ترجمة نانسي قنقر موضوع